في مدينة علمية كان يمتلك الكثير من الاشخاص قدرات خاصة وكانوا يصنفون بمستويات على حسب قوتهم كان يعتليهم سبعة اشخاص من المستوى الخامس وكان هناك شاب من المستوى الصفر لم يكن يملك اي قوى ولكنه يستطيع ايقاف القوى بيده اليمنى عندما استيقظ في صباح احدى الايام وجد فتاة مستلقية في شرفة منزله اخبرته بانها تمتلك سحرا وانها ملاحقة من قبل ساحرين اخرين حاول حمايتها واكتشف ان يده تبطل السحر ايضا وبدأت مغامرتهما بين السحر والعلم مرحبا حلقة اليوم ستكون غير ليس سأتحدث عن انيمي واحد سأتحدث عن ثلاثة هم مرتبطين ببعض ويكملوا الايصا المهم اليوم سأتحدث عن مجيكا الاندكس مجيكا الاندكس مجيكا الاندكس الانيميات من انتاج جي سي ستاف ومن اعمالهم وان بنشمان الجزء الثاني كونو سوبا وإزي ترونج تو بيكا بجيرلز انا دنجن الانيميات مكتملة اندكس نزل منه ثلاث اجزاء الاول والثاني 24 حلقه والثالث 26 حلقه وفيه فيلم و7 حلقات اوفا ريلغان برضو من ثلاث اجزاء الاول والثاني 24 حلقه والثالث 25 حلقه وفيه ثلاث حلقات اوفا وستة سبيشال اكسلريتر جزء واحد من 12 حلقه واربع حلقات اضافية كوميدية ويصنفوا اكشن خيال وخيال علمي نمذع عن قصصهم القصة تبدأ بمدينة علمية الناس اللي فيها عندهم قدرات مطورة علميا القدرات هاي بتتصنف من ليفل صفر اللي بيكون بدون قدره للليفل خمسة اللي هو اعلى اشي وفيه 7 اشخاص في المدينة يصنفوا ليفل خمسة تومة بطل استط اندكس ليفل صفر او بدون قدرات في يوم صحي الصبح البنت هاي اسمها اندكس اندكس قالت له انها جوعانا وبدأتاكل وهو مش فهم اصلا هي كيف صارت عنده في البلكونة المهم بعد ما طعمها قالت له انها ملاحقة لما سألها قالت له انه السحرة بلحقها بس هو ما صدق انه السحر موجود وحكالها انه ايدو اليمين تقدر تلغي كل القدرات ما صدقته وقالت له ان اواعيها مصنوع من السحر وبيوفرولها حماية من كل الهجمات واذا كلامه صح لازم اواعيها يصيروا بدون اي حماية لمس اواعيها وتقطعوا وبعدين تذكر انه عنده دروس مراجعة في المدرسة وراح لما رجع لقاها مرمية على الارض وكل هدم بسبب ايدو لغى السحر اللي في الاواعي تبعونها وصاروا اواعي عاديين بدون اي دفاعات وهجموا عليه السحرة بس قدر انه يوقف سحرهم بايدو بتصير احداث كتير بالمسلسل اوتوما بتلبس بكتير قصص مرات بالسحر ومرات بالعلم وهان بتبدأ قصة ريلغان ريلغان بتكلم عن بانية اسمها ميساكا ميساكا واحدة من السبع لليفلهم خمسة وترتيبها التالتة يعني واحدة من اقوى سبع في الاكاديمية اكسليريتر كان الاقوى فيهم كلهم وكان فيه مشروع سري بيحاولوا يخلوا اكسليريتر يوصل لليفل 6 بعد دراسات كتير اتوصلوا الباحثين انه عشان الواحد يوصل لليفل 6 بدو سنين كتير فعشان يسيروا العملية استنسخوا ميساكا من غير ما تعرف استنتجوا انه اكسليريتر بيقدر يوصل لليفل 6 از اتى العشرين الف نسخة من ميساكا مع الوقت ميساكا بتعرف انها استنسخت بس ما كانت عارفة ايش عن المشروع لما بدأت تكتشف عنه شوي شوي صارت بدأت توقفه باي طريقة لانه بالنسبة اليها النسخة عندها مشاعر وحياة وبما انهم مستنسخين منها فبتعتبرهم زي خواتها فبتحاول بكل الطرق انها توقف المشروع بس ما بتقدر فكان قدامها حل اذا اكسليريتر قتلها هي ممكن يتطور لليفل 6 ومش لازم يكملوا المشروع بيروحتهم وبيوقفها وبقدرته انه يغي القدرات بقدر يوقف اكسليريتر بتصير مستكة بعدين تحاول انها تدمر المشروع تماما وبتبدأ بسط اكسليريتر بعد ما يخرب المشروع ويبطل مهتم انه يترقى لليفل 6 بيصير يحاول يعيش حياة هادية ويحاول يكفر عن كل النسخ اللي قتلهم بانه يخلي باقي النسخ يعيش بامان بيكتشف انه فيه منظمة بتحاول تستخدم المشروع اللي نلغى لمخططات شريرة بس هو خسر كتير من قوته بسبب المشروع فبصير يحاول انه يحمل نسخ الباقية ويوقف المنظمة بالذات اخر نسخة اللي متعلق فيه كتير وكانت السبب بانه يبطل مهتم لدم مشروع والقتل الانيميات بتحسنوا كتير من سلسلة لسلسلة من ناحية الرسم والتحريك والقصة التقييم العالمي اللهم هو اندكس 6.8 على اي ام دي بي ريلغان 7.5 على اي ام دي بي 7.7 على اي ام دي بي اكسليريتر 6.9 على اي ام دي بي 7.2 على اي ام دي بي 7.2 على اي ام دي بي وتقييمه لهم هو 1.5.8 بالترتيب صراحة حسيت اندكس قصو سيئ وبتكلم كتير عن رابطة الصداقة العجيبة والمملة يعني اول حلقة طلعت اندكسي في وجهتوما وتاني حلقة يبعدوا عن صحبيتي وححميها من من لين صحبيتها كمعفين ريلغان كان مش سيئ لكن اكسليريتر استمتعت فيه كتير واصلا انا شفت اكسليريتر قبل ما اشوف اندكس و ريلغان لسه ما شفت الجزء الثالث من اندكس و ريلغان يمكن يكونوا احسن بما انهم اجداد الانيميات موجودين على نتفليكس و كرانش رول احكوا لي ايش في انيميات بتنصحوني اشوفها و احكي عنها واشهوركم على متبعدكم واشوفكم بالحلقة الجاية اشتركوا في القناة